السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبابي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معاكو رشال الاكلات السريعة من يومين بالضبط عملنا مع بعض اللامون المخلل وكان شكله حكاية وكمان مستنناش عليه والله اكلنا منه يعني انا ايلاركم في الفيديوهات قدامنا اسبوعينها بالمناكل منه لا احنا مستنناش النهاردة بقى جايلكم بالزاتون معايا نص كيلو من الزاتون زي ما انتم شايفين كده غسلها ونظفها وخليها كويس قوي زي ما انتم شايفين كده ومعايا شوية جزر بشراهم ومعايا رشة سكر رشة كركم رشة حبة البركة الملح طبعا اكيد هنحتاجه شوية خلي يعني اوليفينجان خلي كده زيت زيتون او اي زيت متواجد عندك المكونات دي كلها هنركنا على بعض ويلا بينا نحضر المحلول بتاع الزيتون بتاعنا في البداية معايا شفشة لتر كده ميجروم معايا معيار كده من اللتر من القلب ودلوقتي حضرت المية بتاعتي كنت غالياها وسيبتها لما بردت خالص يعني اعتبر ايه مية فاتلة شوية هنزل عليها بالمكونات اللي انا هوريتها لكم دي كلها وبعد كده هوريها لكم حبابي زي ما انتو شايفين كده نزلت بالخل ونزلت بحبة البركة زي ما انتو شايفين كده تمام ونزلت بالكركم ودلوقتي معايا الجزر انا مش اخد الكمية دي كلها هاخد بس منها حاجات بسيطة كده تمام قلبه بقى كويس جدا طبعا لسه محطناش الملح لكل لتر مية هنحط عليه اربعة معالق كبار من الملح تمام تمام بسم الله ادي كده اتنين برضو نقلب جدا جدا عشان الملح ما ترصبش تحت ثلاثة وقاد الرابعة حبابي زي ما انتو شايفين كده انا بقلب كويس جدا عشان زي ما قولنا مفيش حاجة ترصب تحت شايفين دوابي كله مع بعضه تمام ومعايا دلوقتي برطمون غسلك كويس جدا ومعقمه معقمه زي ما انتو شايفين كده وهنزل بالزاتون احنا يعني عملين على قدنا لان احنا مش يعني احنا اربعة نفار بس اتنين صغيرين واحنا وزوجي فمش يعني بيقض عندنا حبة كتير هنزل بقى بالمية دي كلها لمحلول بتاعنا بسم الله رحم انا رحم شايفين تمام وفاض معايا وبعد كده هرحي حطا له شوية زيت زيتون او زي ما قلتلكم اي زيت عادي المهم انه بس بيديله لمعا حبابي زي ما انتو شايفين بقى شكله شكله عامل ازاي جميل الوقت هقفله بكيس كويس قوي هاعقمه طبعا وبالغطب جدا وممكن احطه فوق بص بقى هتسألوني هتقول انت مش هاقتيش ايوه من عارفة انا منسيتش هي دي الطريقة الافضل ليه هي دي طريقة المحلات هي دي طريقة المحلات لقلت واحد بتاع محل يعني من ان انا مش بلاقي الزيتون كده ما علي دي افضل طريقة اره هتعجبكم ان شاء الله ومش هي يعني لما بنشاقق الزيتون كله وانا كمان كنت مشاققه وانا كنت مشاققه وانا تدعوني ايه رأيكم لو عجبك الفيديو فعالي زل الجرس وانا سلك مني كلك دي وانا بنزلها كان معاكم رشد لعاكرات السريعة دمت سلام عليكم وانا شكرا شكرا